في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الحدث التاريخي الأهم والأبرز في تاريخ مصر من كورون فاتت فضلنا ماشيين معابة تدريج كده لحد ما وصلنا للحظة اللي فيها الفرس بقيادة كمبيزي الثاني بيسقطوا مصر وعلى قيد كمبيزي الثاني الملك الفارسي نفسه بيتم أسر وقتل الملك المصري باسماتيك الثالث المشاهد اللي حصلت أثناء الغزو الفارسي لمصر كانت مشاهد مؤثرة جدا على المصريين وفضلت مؤثرة لفترات طويلة جدا لدرجة زي ما شفنا أمير الشعراء نفسه أحمد شوقي سرد قصيدة كاملة بيشرح فيها تفاصيل الغزو الفارسي لمصر واللي كانوا عايشين وقتها بقى كانوا فاهمين ووعيين كويس طالما الموضوع بدأ بالقسوة والبشاعة دي يبقى بكل تأكيد المستقبل اللي جاي تحت إيد الفرس هيكون أسوأ والفرس عمرهم ما هيكتفوا بأنه هم يقتلوا الملك بتاعنا بكل تأكيد فيه تطورات كتيرة جاية في الطريق ففي الحلقة دي خلونا نتكلم عن أهم التطورات اللي حصلت في حياة كوميزي الثاني جوا مصر وإيه هي قصة جيش كوميزي الثاني المختفي الجيش الغامض اللي بيقوله أنه هو اختفى في الصحراء الغربية خلينا نعرف إيه التفاصيل المهمة دي ولكن بعد الإنترو فأتأكد أنك عامل لايك مشارك طبعا في القناة بفعل التنبيعات عشان تجلها الحياة اللي جاية والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعمين لنا على دعمكم اللي بيخلنا استمر في إنتاج صناعة المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عاملوك يعطر يزور رجوين إليما جو جمزة جاية سبسكرايب بكل تأكيد مش عايزين نطول كتير خلي الحلقة تبدأ ترجمة نانسي قنقر فكر في بداية البرنامج لما اتكلمنا عن الديانة المصرية القديمة قلنا في الحلقات اللي اتكلمنا فيها في البداية إن الديانة المصرية القديمة كانت تعتبر عند المصريين في الوقت ده المحور لكل شيء كانت بتمثل الدافع عند المصر القديم في كل شيء حرفيا تقدسهم للملك نفسه واعتبروا أنه هو ابن الإله كان بيخليهم ينفذوا أوامره ويطيعوا طاعة عمياء وشفنا قبل كده كمان إن الملك نفسه لو المصريين ما أطاعوهوش في شيء معين فكان بيستغل فكرة وجود إله ليه الشيء ده علشان يخلي المصريين يعملوا الحاجة اللي هو عاوزها برضه لو فاكر أنت الحاملة التنقيبية اللي كانت في وعد الحمامات في البداية خالص اتكلمنا عن إنهم رفضوا أوامر الفرعون بسبب الجو الحر فبدأ الوزير اللي كان معاهم أو القائد اللي كان معاهم مقتها يحمسهم إنه هما يشتغلوا علشان يرضوا آلهة الصحراء والناس اللي كانوا معاه في البعثة اشتغلوا وعملوا كل حاجة تقريبا الآلهة والديانة المصرية القديمة كانوا بيمثله عصب الحضارة المصرية القديمة بالكامل كل حاجة تقريبا كانت بتتمثل فيه الآلهة والمعابد وشوفنا كمان في فترات طويلة جدا من حياة المصرية القدماء كان فيه طاعة عمياء وسلطة قوية وجبارة للكهنة حتى إن واحد من أقوى الملوك المصريين اللي جم في تاريخ مصر إن لم يكن من أقواهم من وجهة نظري كان هو تحتمس الثالث لو فاكر أنت أول لقب أخده تحتمس الثالث فيه حياته وكان إيه كان لقب كبير الكهنة أصلا قبل ما يبقى هو فرعون مصر وإنت هنا تقول لي إيه بقى علاقة الكلام والمقدمة الطويلة بالحتة اللي إحنا وقفين فيها تاريخيا أقولك إن اللحظات اللي جاية في تاريخ مصر وإلا إيشها في الحلقات اللي جاية هنكون بنتكلم عن مصر وهي تحت حكم حضارة تانية مختلفة وإن كان المصريين بعد لحظات ظهور يعني وفي حالات كتيرة هتلاقي إن الحضارات التانية دي لما بتيجي مصر بتبدأ تعبر عن نفسها باعتبرها تابعة للديانة للمصريين مشين بيها دلوقتي غالبية المصريين بيعبدوا آمون راع هتلاقي الإسكندر الأكبر لما ييجي هيسمي نفسه ابن الإله ويعمل لنفسه تنصيب ملكي فرعوني في المعابد زي ما هنتكلم قدام دلوقتي أغلب المصريين من المسلمين هتلاقي نابوليون بونابارت لما بيجي نازل مصر بيكلم المصريين على إنه واحد من المسلمين وإنه هو الخليفة بقى القادم وا 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 والحاجات دي طبعا هنقشهوا قدام براحتنا بس الفرس كانوا هم الأساس هم اللي علموا الحضارات التانية اللي جاي إنه هم ما يغلطوش نفس غلطتهم لإن كان ليهم تعامل تاني مختلف تماما عن التعامل بتاع الحضارات التانية مع الديانة المصرية القديمة الفرس بقيادة كومبيزي التاني قرروا إهانة ديانة المصريين الكاهن بيتو زيريس والكاهن جحور نست كانوا هم اللي اتنين الكاهنة اللي وثقوا عمليات الفرس اللي عملوها على المعابد بيقولوا في شهادتهم إن الفرس كانوا أول لما بيشوفوا معبد كانوا بيعتبروا الثروات اللي موجودة فيه والخزائن اللي موجودة في المعبد بالكامل خزائن تبع ليهم هما غنائم حرب ومفيش أي معبد في مصر سلم من عمليات التخريب والنهب حتى إنهم حددوا كده إن مخصصات المعابد بالكامل نقصت النص في فترة قليلة جدا بعد الغزو وبدل ما تكون المعابد دور للعبادة باعتبرها الفرس إنها ثكنات عسكرية الجنود كلهم والقادة والعساكر كانوا بالكامل بيروحوا يباتوا جوا المعابد ما تفهمش بقى يعني التحركات اللي عملها كنبيزي التاني دي كانت بواعي منه إنه هو عاوز يكسر إرادة المصريين ويعرفهم إن الآلهة يعني مش بهذه الأهمية ولا الموضوع جي من قبيل الصدفة إنه كان رأي عسكري أصله الله ليه مرحش نبك جواه المعبد المعبد ليه أول وليه آخر فبالتالي نقدر إن إحنا نأمنه بكل سهولة فاته ما تعرفش تحددها النقطة دي كانت معمولة بأصد ولا بغير أصد لكن اللي كان واضح وظاهر في الوقت ده هو الحراك السياسي بقى اللي عمله كنبيزي التاني بإنه يعلن نفسه فرعون على مصر ويعلن إنه أسرته من بعده هم الأسرة السابعة وعشرين في الحضرة المصري القديمة أو هكذا اعتبروا المؤرخين في الوقت ده آه كنبيزي التاني كان قادر إنه هو يعمل كده مفيش أي حاجة تانية كانت بتمنعه مفيش حراك سياسي بيواجهه مفيش جيش بيحاربه فبالتالي مالوش أي منافس على السلطة جوا مصر وبالفعل بيعلن كنبيزي التاني نفسه فرعون على البلاد وطبعا الفرعون لازم يكون مسيطر على طول البلاد وعرضها مفيش أي حتة لازم تكون خارجة عن نطاق حكمه وعرفنا من التاريخ المصري بالكامل إن إعلان النفوذ والسيطرة كان لازم يتم عن طريق حملات عسكرية فبيتحرك كنبيزي التاني بجيشه بالكامل القوام الكامل للجيش بيوصل لحد مدينة طيبة اللي برضو ما كانش فيها أي مقاومة تذكر يعتبر طيبة من فترات فاتت نقدر نقول كم عقد يعني عشر عقود أو أكتر ما كانش ليها لا الأهمية الدينية ولا الأهمية التاريخية زي الفترات اللي فاتت فوصوله ودخوله جوا مدينة طيبة كان دخول سهل جدا لكن دي نقطة مهمة إن كنبيزي التاني قدر يوصل للمكان ده دي حاجة ما تستهونش بيها في التاريخ هو إدر يسيطر على المدينة الأهمة في تاريخ مصر القديمة المدينة اللي منها طلعت المقاومات وطلع منها صيحات التوحيد طول فترات التاريخ بس إيه الخطوة اللي جاية بعد طيبة الخطوة اللي جاية إن في منطقة مهمة جدا وهي منطقة الوحات كان لازم كنبيزي التاني يروح ويحتلها أو يروح يعلي النفوذ فيها هنتكلم على الوحات الوحات الخارجة ووحد سيوة خاصة وإن في واحد سيوة كان فيه معبد من أهم المعابد المعمولة لآمون ولازم برضو يخضع النوبة لإن النوبة هتفضل مصدر ألأ وتهديد ليه طول الفترات فقال خلاص بما إن النوبة فيها حكومة واضحة وصريحة وليها جيش فأنا هطلع على رأس جيش وانزل على ناباتا أدمر الحضارة اللي تحت ديت وأستولى عليها وأبقى عملت اللي محدش عمله والنص التاني إن الجيش يطلع من طيبة على الوحات يوصل لحد واحد سيوة يدمر المعبد اللي هناك ويرجع تاني وتقدر هنا بقى تقول إن ده كان إعلان وفاة قمبيز التاني من اللحظة دي صلابة وقوة قمبيز التاني هتلاقيها بدأت تختفي تدريجيا بينزل فعلا قمبيز التاني على رأس نص الجيش على ناباتا واللي فيها بقى بيحصل اللي مفيش أي حد كان متوقعه المفاجأة كانت النوبيين كانوا جاهزين ومستعدين لقتال الفرس بكل شراسة كان عندهم كمان عتاد كامل للجيش وقدروا إن هم يذلوا قمبيز التاني في المعركة اللي خضها معاهم وأوقفوا فكرة تمدد قمبيز التاني والفرس للجنوب علشان تتم هزيمة قمبيز التاني في هذه المعركة فبيقرر إنه هو هينسحب بجيشه ويبدأ إنه هو يلم شتاد جيشه على قد ما يقدر ويستنى الأخبار بقى اللي جاية له من الصحراء الغربية لو الجيش اللي هناك ده وتقدر إنه هو يعمل حاجة تبقى الدنيا كاي زي الفل بس بقى الجيش بتاع الصحراء الغربية ده اتعرض لعملية غامضة في التاريخ محدش يعرف فعليا وعلى وجه التحديد بشواهد علمية وتاريخية الجيش ده حصل له ايه؟ إحنا بنتكلم إنه تقريبا قوام الجيش ده كان حوالي خمسين ألف مقاتل واللي نعرفه من التاريخ إن الخمسين ألف مقاتل دول مبقوش موجودين اختفوا تماما من على وش الأرض أنا بكلمك حرفيا مش مجازا جيش الفرس اللي اتحرك من طيبة وصل على الواحات الخارجة وهناك بيبدأ الجيش إنه هو يستريح من حرارة الطريق ومن المشاكل اللي قابلوها والكلام ده كله وطبعا إحنا عارفين إن وجهتهم في الأساس ما كانش الواحات الخارجة خالص الأهمية الكبيرة اللي موجودة في الواحات هو معبد آموني اللي موجود في سيو والنية كانت عندهم إنه هما يروحوا يهدموا المعبد ده خالص أثناء ما هما بيتحركوا من الواحات الخارجة على واحد سيوة بتقوم عليهم عاصفة رملية والعواصف اللي من النوع ده المصريين كانوا قادرين إنه هما يتنبقوا بيها وبيقدروا إنه هما بيتألفوا معاها بيعرفوا العاصفة هديجي إمتى وبالتالي يستخبوا بالطريقة المعينة علشان يتقوا شر الطبيعة يعني فكانوا متعودين عليها وعايشين فيها إنما الفرس ما كانوش متعودين على النوع ده من العواصفة الرملية فكان مصير هذا الجيش إنه يندثر تماما تحت التراب العاصفة الرملية بتغطي جيش قنبيزي الثاني فمحدش فيهم نجا ووصل لواحد سيوة ولا حد منهم قدر ينسحب ويوصل على الواحات الخارجة وهنا خليني أقول لك بعد ما سربتلك السردية التاريخية دي إن دي كانت النظرية اللي قالها المؤرخ العظيم هيرودوت مفيش أي مرجع تاريخي تاني اتكلم عن جيش قنبيزي الثاني المفقود غير هيرودوت الحاجة طبعا اللي بتخلي الموضوع ده يعني مشكوك في صحته شوية لأن المفروض المصريين كانوا بيدونوا كل تحركات الفرس اللي حصلت جوا مصر والكهنة نفسهم قالوا لنا كل التحركات اللي قنبيزي الثاني عملها إنه نهب المعابد وسرقها واواوا فكان من الأولى يعني عند الكهنة دول إنه هما يتغنوا بقوة الآلهة وقدرة الآلهة اللي قدرت إن هي تدمر جيش قنبيزي الثاني بالكامل ده كان أدعى وأهم طبعا في خدمة مصالح الكهنة لكن اللي إحنا عارفينه إن ده ما حصلش نهائيا ما حدش تكلم عن الموضوع ده طيب هل كان فيه أي ذكر تاني لحوار العاصفة الرملية اللي قضت على الجيش؟ أيوة كان فيه واللي تكلم عن الموضوع ده كان هو الملك الأبرز اللي جيه بعد قنبيزي الثاني من ملوك الفرس طبعا اللي تكلم وقال إن الفرس لما هزموا جوى مصر هزموا بسبب العوامل الطبيعية اللي كان ليها تأثير كبير جدا على هزيمة الفرس اللي قال الكلام ده هو داريوس الأول هنجيله طبعا في الكلام في الحلقة الجاي وطبعا بما إن داريوس الأول هو اللي تكلم عن الموضوع ده فهنا بتظهر نظريات تانية حديثة بتقول إن جيش الفرس تمت هزيمته بالفعل فيه معركة مع المقاومة المصرية الإعلامية عند الفرس بدأت إن هي تقلق شوية بيقولوا يعني إحنا لو قلنا إن إحنا هزمنا من شوية مقاومة وإحنا جيش عتيد يعني في التاليخ يبقى إحنا كده لما أغزم لاش لازمة إنما لو قلنا إن الطبيعة هي اللي اتدخلت يبقى إحنا كده مخسرناش بس دي برضو نظرية صعبة إن إحنا نتعاطى معها بكل سهولة لأن إحنا برضو بنتكلم عن جيش كبير جدا لما بنيجي نتكلم ونقول خمسين ألف مقاتل إحنا كده نتكلم على عدد مهول أنت مشوخ ببالك وخمسين ألف مقاتل كمان مدربين تدريب كبير خمسين ألف مقاتل شاركوا في حروب كتير جدا جدا هل هيتم بهزمتهم من شوية ميليشيات وشوية مقاومة كده معها أسلحة خفيفة فعني خلينا نقول إن موضوع الجيش المفقود ده كله جاي تحت خانة النظريات لكن اللي نقدر نجزم به إن قنبيز التاني بالشكل ده تكبد هزمتين بهم كان بيتكبد برضو خسائر مهولة تخيل أنت ضربتين يجوا ربعض بالشكل ده لواحد بنفس كبرياء وغرور قنبيز التاني الراجل هنا فهم إن خلاص كده هبته جوا مصر قلت جدا جدا وما بقاش فيه أي هدف تاني كبير جدا ليه جوا مصر فبيقرر إن غزوته على مصر تمت كده وإنه دلوقتي جاهز إنه هو يرجع مرة تانية على العاصمة الفارسية بما إنه ضم مصر لحكم الدولة الفارسية والإمبراطورية الإخمينية يعني وقتها فكده مهمته نجحت وإن كان خسر برضو في المهمة دي حاجات كتير وهنا برضو في نظرية تاريخية بتقول إن قنبيز التاني بعد الهزائم والخسائر اللي تكبدها جيشه جوا مصر كان بيعاني من حالة نفسية صعبة جدا وصلته إنه يكون عصبي زيادة عن اللزوم كانت عنده عصبية مرضية يعني فكان أغلب الوقت غير واعي لتصرفاته وأفعاله وأثناء بقى رجوعه من غزوته على مصر على المدينة الفارسية أو العاصمة الفارسية بيموت قنبيز التاني في أجواء غامضة الموت ده برضو حوالي علامات استفهام قنبيز التاني ده كان شخصية في التاريخ يعني مثيرة جدا للاهتمام حتى في موته بيثير التساؤلات هل انتحر من الأزمات النفسية اللي كانت عنده؟ هل اتقتل مثلا؟ تقول لي وهو لما يتقتل هو مين لليه مصلحة في قتله أصلا؟ أقول لك لأ ما احنا عندنا مثل مصر بيقول الجحش لما بيقعد بتكتر سككينه أو العجل مش فاكر بالزبط الفترة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي السنة اللي مات فيها قنبيز التاني دي 522 قبل الميلاد كان فيه أصوات كتيرة جوه المملكة الفارسية بتطلب الحكم وأكتر شخصية كانت بتطالب بالحكم في الوقت ده كان الأخ الأصغر لقنبيز التاني وكان اسمه باردية بيقال إن باردية هو اللي قتل أخوه هو اللي تسبب في قتل واغتيال قنبيز التاني واغتصب هو الحكم لنفسه لفترة من الزمن فيعني علشان نكون فاهمين كده السلطة في المملكة الفارسية كان في عليها نزاع ودي طبعا حاجة بتخدم أي شخصية جاهزة أن هي تبرز اسمها جوه مصر ففي الوقت اللي كان فيه صراعات على الحكم جوه المملكة الفارسية جت شخصية مصرية وبدأت أنها تتصدر المشهد جوه البلد والشخصية دي كان اسمها بيتو باستيس التالت مقاطن مصري من عيلة مرموقة العيلة دي كان فيها عدد كبير من السياسيين حب أنه هو في الفترة دي يستغل الفوضى اللي حصله جوه المملكة الفارسية وقرر أنه هو عاوز يلم كم حزب حواليه ويكون تكتل شعبي جوه مصري يقدر بيه أنه هو يطالب بالانفصال بالمناسبة بيتو باستيس دوت هو أول واحد نادى بمقاومة المصريين للفرص يعني في الفترة دي كان له تواجد سياسي كبير وإن كان وجوده في التاريخ قليل مالوش أي ذكر كبير يعني في التاريخ مفيش أثار كتيرة كانت بتتكلم عنه والدفة كلها في الوقت ده كانت مركزة على اللي بيحصل جوه المملكة الفارسية لأن على رأس المملكة الفارسية تقلد مقاليد الحكم واحد من أهم الملوك الفارسيين وهو الملك داريوس الأول اللي طبعا هنتكلم عن اللي عمله جوه مصر وغير مصر في الحلقة الجاي فاتأكد طبعا أنك عمل لايك مشترك في القناة بفعل التنبيهات عشان تجلها الحلقة الجاية ولما تنسل شكرا بكل تأكيد لكل الدعمي دينا على بيتريون بوضع فون كاشف بايبل لأمكم يبقى خلص المريفة انتاجوا صلاة المحتوى كمتشكرا لكل المنتسبين على القناة العامل قناة ريزر راجعين الموجود جمزر السبسكرايب ويبس كده سلام عليكم نقول تلحق قبل ما الكاميرا تفصل فعشان كده كنت باتكلم بسرعة يعني اشتركوا في القناة